في خلاف ما بيننا وما بين الشباب وما بين ميراندا طبعاً عن الحب بالمشاعر ولا الحب بأنه مسئولية فوجد نظر حضرتك إيه؟ الحب كيميا كيميا بيولوجياً يعني في كيميا الحب يعني لأنه الحب عمتاً بيبقى فيه انجزاب وجزء منه تعلق الانجزاب بيحصل نوع من إفرازات طبيعية من الدماغ بيسموها ممكن النواقل العصبية ما يشبه الهرمون يعني بيفرز مثلاً العقل لساعة الانجزاب الأول هرمون الدوبامين هو نفس هرمون اللي ممكن الإنسان ياخده في المنشطات ده بيسبب نوع من البهجة أو الابتهاك ففي جزء منه زهني أو عقلي وفي جزء المشاعر لكن لو وقف الحب عند المشاعر فقط المشاعر بتاعتنا زي مرجحة متغيرة يعني هو علمياً بيبدأ بالعقل بيبتدي طبعاً أوكي لكن مش مجرد مشاعر لأن حتى جزء المشاعر هو مرتبط عندي بالعقل يعني الزهن بتاعي أو العقل أو النفس بتاعتي كلها في دايرة العقل هو اللي بتحكم فيه مش مجرد المشاعر مش حاجة بتجيل من الهوى بس ارتباطه بالسعادة ارتباط وثيقي يعني أنا لو في وقت حسيت أن أنا مش سعيدة أعرف أن أنا مش بحب طبيعي لأنه ليس جيد أن يكون الإنسان واحد وده ده الطبيعة البشرية أن هي مش مخلوقة الواحدة فلو الإنسان بقى الواحد وهيبقى عمل زي بركة مقفولة هو بيموت جوا نفسه فلابد أنه يخرج برا نفسه لأنه لوما الإنسان ما بيحبش يبقى مش إنسان بس إزاي نحقق ده يا أستاذ سليب على الأرض الواقع يعني وسط الظروف إحنا بنعيشها فيها طبعا صعوبات كبيرة يعني إزاي نحقق السعادة اللي إحنا بنتمنيها دي طبعا كله يحب بيحب عشان يفرح فإزاي نحقق ده ليس جيد للإنسان أن يكون وحده والحب أو المشاكل والصعوبات مش حلها أن أنا أقول لأ أنا مليش دعوة بغيري أنا أهتم فيما لنفسي المحبة لا تهتم فيما لنفسها ليه لأن الحب بيشفي أنا لو ما حبتش الآخر أنا لما بأحب حتى في الظروف الصعبة أو الاقتصاديا أو أي ظروف عمتا لو انحصرت فيها وفاكر أن الحب ده نوع من الرفاهية هو مش رفاهية لكن الفكرة كلها أن الحب بيشفي ليه لأن أنا ما بخرج بره ذاتي لما بحب الآخر أعتني بالآخر حتى لو بأي حاجة بسيطة بشرط كلمات باعتناء الاعتناء في حد ذاته ده بيديني أنا شفا من الهم من الضيق اللي أنا فيه لكن كون أن أنا أقول أنا اقتصاديا وسياسيا وظروفي والضغوط اللي حوالي والمشاكل اللي حوالي ما تخلنيش أحب الآخر لا أنت بتتعب أكتر ده مش حل يعني مش حاجة حل يعني حتى أنه واحد من أشهر الملحدين يعني بيرتراند رسل مثلا قال إن الحب قيمة مطلقة وليست نسبية مع إن الإلحاد يؤمن بالنسبية لكن جاءت ناحية الحب وقال إن الحب قيمة مطلقة لأنه هو طبعا كمسيحي سابقه فاهم قوي إن كلمة الحب هي مرتبطة بالله فهي قيمة مطلقة لارتبطها بالله المطلق فالحب لأنه من الله هو يشفي لكن الحب مش قيمة استهلاكية المشكلة بتاعتنا في إيه؟ في الوسط المصري عمتا أو العربي التأثر بالثقافة المحيطة بنا من خلال مثلا الأغاني عندنا الحب مرتبط دايما عندنا بالشجن بالحزن فبيكون داوة صورة ذهنية عندي لما باسمع كلمة حب فعلى طول أوتوماتيك اللي يطلع مني أحب إيه اللي أنت جاي تقول عليه يعني دا اللي بيطلع مني ليه؟ لأن دي الصورة الذهنية اللي تكونت عندي فأنا أتكون عندي من خلال الأغاني من خلال الأفلام من خلال الثقافة الشعبية الأمثال الشعبية أتكون عندي صورة ذهنية سلبية أو ما باسمع كلمة حب اللي جواي هو اللي بيطلع مش المفروض أن أنا أعيشه